أنا آسف، بس هذا الداب لازم ينتهى بشكل طبيعي يعني بدون أي تدخل خارجي ولا هي مكساس خالد، أنا بفهمها هي الحالة بس سؤال، انت الداب ولا الفضة؟ الفضة والخصم موجود؟ الخصم افتراضي يعني أنت اللي بتتحكم فيه؟ لا، هو بيلعب على كيفه يعني أنا آسفة بتكن تعذروني، بس ما كتير واضحة الصورة بزهني حضرتك بتلعب ضد حالك؟ يعني على رأي المتنبي، أنت الخصم والحكم؟ لا نينار، هون الموضوع مو هيك أبداً صحيح أنا عم بلعب مع شخص افتراضي بس عملياً هو عم يعمل عكس ما عم بعمل أنا تماماً يعني حضرتك فيك تكون أنت ونقيدك واحد؟ فيك تقولي هيك؟ لكن الظاهر يا أستاذ خالد، أنه خصمك هو اللي ربحان لا والله يا أستاذ جلال، بلعبة الشطرنج ما في ربحان وخسران طالما الملك موجود، معنات اللعبة ماشية مصبوط؟ مصبوط، بصحتك بصحتك بلإذن بلإذن مصر الخير ومحمد أهلين راشيد، أهلين، 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 أهلين بيك يا صديقي ياللي ما باستغني عنه نهائيا الأستاذ عشيد كارباك اهلا سنية ولاحبا بديه اهلا سنية سهليني سهليني بveis أفازين بسهـــــــــــــــــــــم فهلا كاس لالأستاذ راشد لأو الله صححيруд والله صحيتني يا جماعة محبب بحب محبب بحب بحب